بسم الله الرحمن الرحيم من اول ما بدأت القناة وانا بيجي لي اسئلة كتير عن التشتبات تكلفة الوقت حاجات زي كده يعني النهاردة مع بعض هنحاول نبسط الموضوع وخطوة بخطوة هنعرف ازاي نبدأ ونعرف اسعار التشتبات نعرف اسعار المصنعيات اسعار الخامات ايه الاشكال الجديدة اللي في السوق فخليكم معاني معكم محمد سلامة ودي قناة مستشارك الهندسي وان شاء الله تستفيدوا من الحلقة دي اول حاجة بنعملها في التشتبات هي المعينة والمعينة من الحاجات المهمة جدا لان نستفيد بيها بعد كده في الشغل اللي جاي من المعينة بناخد مقاسات الشقة او كانت فيلا او ايا كان المكان حتى لو مول بناخد مقاسات عشان نبدأ نعرف هنشتغل ازاي بنقعد مع العميل العميل بيبدأ يطلب طلبات محددة اا لو كانت بصور لو كان في افكار في دماغه لو كان شاف حاجة محددة بنبدأ ناخد الافكار دي ونبدأ نحولها لرسومات هندسية او تصميمات انتيريور ديزاين والانتيريور ده عبارة عن صور لكل مكان للصالة للمطبخ للحمام لكل فراغ عندك في المكان اللي انت هتشطبه لازم يبقى له صور بالشكل النهائي اللي انت محتاجه هتختار منه الالوان هتختار منه شكل البلاط هتختار الشريك هتختار الابواب الاضاءات الجيبسون بورد كل حاجة حتى الفرش فما تتخزلش في موضوع التصميم لان التصميم مهم جدا وده بيبقى بمثابة عقد ما بينك وما بين المهندس يعني انت بعد ما بتعمل التصميم وتتفق عليه خلاص حضرتك اول حاجة هتفكر فيها انك تمدي على الصور دي وتقول انا عايز الصور دي وتاخد منها نسخة معاك. المهندس بتاع التشريبات بياخد الصور ويبدأ ينفذ على اساس الصور اللي طلعت من التصميم. طيب بعد كده المرحلة التانية حسب التكلفة. بنعمل حزبة بالتكلفة اللي هيوصل بيها التشريب ده في الشقة دي كامل. النهاردة انا عايز اعرف شقة هتتشطب بكامل. بناء على التصميم اللي طلع. الباقات والكلام من ده ما بيبقاش له اساس او مش معروف ايه الخامات اللي مستخدمة. انا النهاردة لو حابب اشطب شقة لازم اعرف كل التوصيفات اللي هتتعامل في الشقة عندي. من انواع بنبدأ بقى من السقف للحوائط للوزراء للارضيات. الحوائط السقف هيتعامل جيبسون بورد. نوعه ايه? شكله ايه? الاضاءات هتبقى متركبة فيه ازاي? ده بالنسبة الالوان بتاعته شكله ايه? ده بالنسبة للجيبسون بورد. طيب بعد كده عندنا الحوائط. يا طرق الحوائط دي فيها ديكورات ولا دهانات بلاستيك ولا هيبقى فيه بديل رخام ولا تجليد خشب ولا 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 حاجات كتير جدا ممكن تدخل في موضوع التشريبات المجال واسع. المجال واسع قوي قوي قوي. ممكن اعمل حوائط حجر. فده بالنسبة للحوائط. بعد كده عندنا الوزراء. اما دي بتبقى مرتبطة بالارضيات يعني لو الارضيات بورسلين او رخام او باركي بيبقى مرتبط بحتة الوزراء دي مرتبطة بالارضيات. انا اخترت الشكل وبناء عليه من التصميم بقدر اعرف الكميات بتاعتي وحجم الشقة دي واحسب لك تكلفة. ما تقوليش المتر بالفين المتر بتلات تلاف المتر بعشر تلاف المتر بعشرين الف ما تقوليش المتر بكام. قولي والله انا بند البلاط ده هيكلفني كزا. ليه انا عندي عدد امطار قد كده فانا هشتري بلاط نوع معين جوهرة بقى عندي كولوباترا عندي بورسلين اسباني انواع كتير. لا انا هشتغل باركيه هشتغل حاجات كتير قوي ممكن تختار منها. المهم ان انا يبقى عندي تكلفة فعلية للشكل او الشغل اللي هيتعامل في الشقة بناء على التصميم. اخترت البلاط اخترت الديهنات وعندي اشكال وحاجات كتير معمولة في اللي انا عاملها من التصميم. دي اقدر احسب منها تكلفة الشقة بتاعتي. عوقت هتكلفني كزا. الارضيات هتكلفني كزا. وبيحصل تفاوض. يعني انت وانت قاعد مع المهندس اللي هينفز. بتقول والله انا اختار البلاط ده باللون ده اه كولوباترا. هو هو بنفس اللون بنفس الاسباني بورسلين. هو هو آآ نوع تاني جوهرة. كل حاجة لها سعر. ما ينفعش تقول لي والله اصل البلاط الشقة هتكلفك المتر الفين جنيه المتر تلات تلاف جنيه. اضرب في ميت متر يبقى الشقة هتكلفك تلتمائة الف جنيه. كلام ده كلام فاضي. السلك اللي هيتحط في الكهرباء. فياش الكهرباء والاضاءات السويدي. مصرية للكابلات. ولا العالمية للكابلات. اه ولا للمصرية. في انواع كتير. انضف حاجة طبعا السويدي. طيب. المفاتيح اللي هتركب. نوعها ايه? سانشي. ساس. بتشينو. القديم العادي ده. الابواب. الابواب عندي من اول. الباب يبدأ من تلات تلاف جنيه. لحد اشرين الف جنيه. نوع الخشب اللي هستخدمه ايه? ام دي اف بي في سي. ابواب اتش بي ال. ولا بابواب خشب عادي ابيض. ولا خشب سويد. انواع كتير. لازم اوصف. لازم اعرف اختار ايه? الشبابيك. الشبابيك بتاعت الشقة. هتتعمل الامونيوم. اه جامبو. والقطاع بي اس. طب هعملها لا بي في سي. لا هعملها خشب اه ازاز وشيش. هعمل ايه? فيها اشكال كتير. ايه تاني عندنا? الدهنات. الدهنات. عندك من اول اسكيب وحاجات اقل من اسكيب كمان. لحد جوتن. سايبس وجوتن. كل حاجة من دول اللي هسعر. اه نوع الديهان نفسه في نفس الشركة. يعني جوتن. لامع ضد المية. اه في اكريلك. ولا هعمل ايه? الحاجات دي اه فيها تفاصيل كتير. فانا لازم ابقى عارف. وموصف كل بند. العزل. انا ممكن اعمل لك عزل يكلفك في الحمام الواحد يكلفك الف جنيه. ويتكلف الفين جنيه. ويتكلف خمس تلاف جنيه في نفس الحمام. على حسب نوع العزل. انا انا هعزل بسيكا مية وسبعة. لا هعزل سيكا مية وسبعة. وده اللي انا بفضله. وبدهن عليه طبق البوتومين على البارد مسلا. ولا هعزل ممبرين. ولا هعزل بحاجات ايبوكسي. اشكال كتير والوان كتير. وعد يعني حاجات اه لا تحصى. فانا النهاردة اول حاجة عشان اعمل شقتي بعد التصميم التكلفة. حسبت تكلفتي? عرفت بتاعتي رايحة فين? هبدأ اشتغل. هبدأ اشتغل بايه? المراحل بتاعة الشغل? دي اللي احنا جايين نتكلم فيها النهاردة. اول مرحلة هي التأسيس. عندي سباكة. وعندي كهرباء. الكهربائي والسباك يشتغلوا في وقت واحد مع بعض. الكهربائي يشغل في الفيش وفي الاضاءات. الحاجات اللي هتتركب. الاباليك. كل الاختيارات اللي في التصميم. والسباك شغال في تأسيس السباكة. صرف وتغزية. مية سخنة مية ساعة صرف بلعات اماكن الحوض مكان الاعدى مكان الشاور. كل ده بيبقى في التصميم وبناء عليه بيشتغل. وبرضو نفس النظام الكهربائي بيبقى مع التصميم. وشغال عارف عدد الفيش اللي هتتحط. بناء على ان احنا اخترنا الفيش دي من الفرش. الفرش تحط في الحتة الفرنية في الفيش جنبه. الاضاءة في الحتة الفرنية. انا عندي مفتاح ديفيتير. عندي اضاءة شكلها فلاني. اسبطات اه حاجات مني. نجف كلام مني. فانا دلوقتي خلصت المرحلة التانية بتاعة التأسيس. تاني مرحلة بعد التأسيس. المحارة. ابدأ مرحارة. سقف. حوائط. وابدأ ادخل في مرحلة العزل. يعني عندي محارة. وعزل الحمامات والمبخ. خلصنا المحارة. ابدأ اخش في المرحلة اللي بعدها قال وهي الجيبسون بورد. الجيبسون بورد انا ما بفضلش. انا شخصيا ما بفضلش اشكال والحركات الكتير. خليك سيمبل حاجات بسيطة. فلات. بيت نور على الدائر لو كنت حابب. بس كده. ما تقطرش في الجيبسون بورد. الجيبسون بورد اه لما بيبقى اشكال وحركات بتبقى موضة وبتقدم. كل فترة هتلاقي نفسك ايه ده الشكل ده قديم قوي. حاول تبسط الامور وحاول تختار الوان هادية في الدهانات. الجيبسون بورد تعمله قبل البلاط. عشان الراجل اللي شغال في الجيبسون بورد ما يجرحش البلاط بالسلم. السلالم اللي بيفردها والخشب وشكوش ويع منه وكلام من ده تلاقي بلاطها تكسرت ترجع تدور عليها. حدش يشتغل الجيبسون بورد بعد البلاط. الجيبسون بورد قبل البلاط. بعد ما عملنا الجيبسون بورد وعزلنا حماماتنا ومحرنا واسسنا كل الحاجات اللي فات يديه. هبدأ اخش في مرحلة البلاط. ابلط. شقة نطفت. عادش في رمل. عادش في اسمنت. عادش في الحاجات دي كلها. يبدأ الراجل بتاع الدهانات يخش. ويشتغل. سكينة اولى. سكينة تانية. ما بين كل سكينة وسكينة فيه اه وش سيلر. محدش يعمل المعجون ويد وما يديش وشوش سيلر ما بين السكاكين المعجون. سنفرة. خلصنا كل حاجة تأسيس من الدهانات نقاشة. ابدأ اخش بعد كده لو عندي دي كورات هتتركب. دي كورات هتتركب. ابواب هتتركب. كل الحاجات اللي هي التركبات اللي ممكن تتركب عشان بقى اجهز لاخر وشين للدهانات اركبها. وبعدين ادي وشين نظافة خلاص انا كده خلصت. ابدأ بقى اركب بعد الدهانات ايه? افاتيح الكهرباء. نجف. افرش. باكب ستاير. كلام من. انا النهاردة عرفت المراحل بتاعة الشغل كله. تعال نتكلم بقى على الاسعار. اسعار التشطيبات نبدأها مرحلة مرحلة لحد النهاية. النهاردة اه اول حاجة تأسيس عندي تأسيس شقة كهرباء يعني هتبدأ مسلا من خمس تلاف جنيه. وبعدين التشطيب ممكن نخش في الفين الفين ونص يعني في حدود السبعة تلاف ونص تأسيس وتشطيب. نخش على الحمام تأسيس الحمام الواحد يبدأ من تلات تلاف وبعد كده تشطيب برضو في حدود الف ونص الفين. اه المطبخ نفس النظام. الحمام التاني الكبير برضو نفس النظام. سعر متر المحارة النهاردة بيتكلم من اول تلاتين لحد خمسين جنيه على حسب. تلاتين جنيه ده دراع عادي. بعد كده يخش لحد الاربعين ويوصل لخمسين كمان لو تأكيس وتربيع. يعني ايه تأكيس وتربيع? يعني انا بزوي الحيطان وبتبقى السوك والزوايا بزاوية قايمة مزبوطة بمقاسات كل حاجة تمام التمام. بتفرق الحاجة من سعر السعر حسب الجودة اللي انت طالبها. ده بالنسبة للمحارة. بعد المحارة عندنا الجيبسون بورد بيبدأ من متين وعشرين لحد ربعمائة جنيه. على حسب نوع الجيبس. وعلى حسب الصناعي اللي شغال. وهيسلمك ازاي? برضو. الموضوع كله هيسلمني ليزر. آآ ميزان ليزر. هيسلمني زوايا. هيسلمني تأكيس وتربيع. كل الكلام ده كل حاجة لها سعرها. يبدأ من متين وعشرين لحد زي ما قلنا آآ ربعمائة جنيه. ده بالنسبة للجيبسون بورد. بعد الجيبسون بورد عندنا الدهانات. لا البلاط يا ربي. آآ البلاط آآ بيبدأ السعر النهاردة طبعا البلاط غلي بالنسبة المصنعيات يعني. بيبدأ النهاردة من اول سبعين جنيه وانت طالع بقى. على حسب نوع البلاط وحجم البلاط وشكل البلاط بورسلين لا ده سيراميك وانا بفضلش السراميك في الارضيات الا في الحمام يعني. آآ كل حاجة لها سعرها. بس هيبدأ من سبعين لحد زي ما انت عايز. مفيش آآ رنج نهائي يعني. عندنا ايه تاني بعد البلاط? الدهانات. الدهانات النهاردة بتتكلم من اربعين جنيه لحد ستين جنيه. يعني انا ده حد اقصى للدهانات. ده كتأسيس وتشطيب دهانات. اللي هو تلس عاكين معجون والشين بلاستيك والشبطانة. كلام من. والسنفرة والحاجات دي. طيب اي حاجة زيادة ديكورات بتتحسب بالحيطة واي يقول لك والله الحيطة دي بخمسمين جنيه. لا الحيطة دي بألف جنيه. على حسب نوع الديكور وشكل الديكور اللي انت ناوي تعمله. ده بالنسبة للدهانات. بعد كده ايه تاني? ما عندناش حاجة تاني كده. احنا خلاص تكلمنا في تأسيس وتشطيب الكهرباء. وتأسيس وتشطيب السباكة. الدهانات البلاط. الكلام ده كل. نتكلم في اسعار الخمات. اسعار الخمات في البلاط يعني اقل متر البلاط النهاردة. درجة تالتة بيتكلم خمسة وتمانين جنيه. طيب واغلى بلاط في متر بيوصل لالف جنيه. انا عندي البرسلين الاسباني النهاردة بالف جنيه. اه البرسلين بيوصل لحد سبعمائة وتمنمية جنيه. اه الجوهرة برضو سبعمائة وتمنمية وفي حاجات بالف. في سراميك بالف جنيه. مش بس البرسلين اللي غالي. لا في سراميك غالي. اه عندنا ايه تاني? لو حابين تعرفوا الاسعار اه بشكل اشمل وشكل اه اكبر. ممكن تكتبولي في تعليقات. اي حد عايز يعرف اي سعر لاي خامة. انا ممكن اجيب له السعر في لحظاتها. هتلاقيني بك باب عليك.